اهلا بكم لم يسلم برنامج صناعة الموت من انتقاد البعض وهذا احدهم يتساءل اين البرنامج مما يحدث لشهداء جنودنا في منطقة القطيف فيا سيدي شاهد حلقات صناعة الموت قبل ان تحكم ولن نذهب بعيدا فقبل اسبوعين كانت هناك حلقة كاملة مخصصة عن الحرس الثوري الايراني ودوره في زعزعة امن الخليج كالتالي الغموض يكتنف الكثير من علاقات الحرس الثوري مع جماعات دموية متطرفة ايران تدعم جماعات متطرفة يختلط في عملها الخطاب الديني بالعنف والطائفية وايضا الميليشيات المذهبية التابعة لايران تسببت في حالة غير مسبوقة من العنف في المنطقة هذه بعض العناوين اليسيرة في حلقة كاملة وهذا مغرد اخر يتحدث عن عدم حيادية قناة العربية في تغطية الانتخابات الامريكية بل يتهمها بالانحياز للمرشحة هيلاري كلينتون ضد دونالد ترامب ولم يلتفت صديقنا الى ان غرائب ترامب تناقلتها قنوات العالم كله والعربية جزء من هذا العالم وأخيرا اخطأنا على شاشة الحدث نعم اخطأنا عندما كرر احد زملائنا لاسم مرتين فارتبك المعنى تماما بعد ان ظهر البرزاني من خلال البرزاني وربما كان ذلك انعكاسا للمشهد السياسي في العراق فوقان الله وإياكم شر للعكاسات سلام عليكم